مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله عليكم لأحوال الجوية المتوقع حيث تبقى المملكة هذه الليلة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي أما غدا فستتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبيا مشاهدين فاصل ونواصل وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل الهطول هذه الليلة هذه الليلة نلاحظ أن الأجواء ستكون باردة نسبيا غائمة جزئيا أيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا بعض المناطق الجنوبية وتكون غزيرة خاصة في المناطق الشرقية أحيانا تؤدي إلى جريان السيول وارتفاع منسوب المياه خاصة في الأماكن المنخفضة أما غدا حيث تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبية رطبة قادمة عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة يمثلها هذا اللون الأخضر تقترب من المملكة تدريجيا تؤدي إلى حدوث انخفاض على درجات الحرارة وأيضا بتكون الأجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا وأداء الفرصة مهيئة دائما لسقوط زخات وأمطار متفرقة بين الحين والآخر وبتكون درجات الحرارة أقل معدلها وبالتالي فإن درجات الحرارة المتوقعة يوم غني الأربعاء بتكون العظمى بحدود 16 وأثناء الليل بحدود 9 درجات غائمة جزئيا باردة نسبيا مع سقوط أمطار على فترات وتميل إلى البرود بشكل واضح أثناء الليل يعني تحتاج إلى مزيد من الدفئ ومزيد من الملابس حتى يشعر بالدفئ أكثر يوم الخميس إن شاء الله أجواء غائمة جزئيا لكن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها أجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا العظمى 17 والصغرى 10 درجات مئوية يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة استقرار التأم على الأجواء أجواء تقريبا لطيفة درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة لطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرودة وباردة نسبيا أثناء الليل العظمى بحدود 19 و20 لكن الصغرى بحدود 12 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر